اشتركوا في القناة اهلا بكم في حلقة جديدة من الابوكاتو ازاي تاخد حقك بالقانون شوف يا سيدي قصة بدأت بداية صغيرة كده ان واحد يبعث لك رسالة بيقولك انك انت اتحول لك مبلغ خمسين جنيه على الخط بتاعك بعد خمس دقيق بالزبط تيجي لك مكالم التليفون من واحد قاعد كده في حاله وهادي يقولك معلش والله انا بالغلط حولت لك خمسين جنيه من فضلك رجع حالي تاني حضرتك طبعا رجل طيب وما تقبلش حاجة مش بتاعتك فاتروح برجعها له والحقيقة هو بيبقى ما شحلكش حاجة وبيبقى دي قضية نصب الالكترون اتطورت العملية بقى من بعد الرسالة اللي بيجي لك الحق يا محمد لقينا مش عارف ايه الى اخيرا يتصب بك حد من رقم مش رقم تليفون ده ممكن يجي لك زيرو كذا تلت ارقام مثلا او يجي لك برايفت ناندر ويكلمك على انه احد موظفي شركات المحمود ويقولك انت كسبت جايزة وانت طبعا تفرح طب والله لو سمحت احنا هنحول لك الجايزة دي على حسابك في البنك ادينا بيانات حسابك او بيانات الفيزة بتاعتك طبعا زي ما قلت لك قبل كده مليون مرة النصاب ليه طمع على مقاسه تطمع انت في الجايزة تروح مديله بيانات الفيزة بتاعتك شكرا بعد خمس دايب الزبط الفيزة دي فضيت فضيت ليه لانه بيحصل منك على ارقام هامة في هذه الفيزة تجعله يستخدمها على شبكة الانترنت مفهوم الكلام دايما اقول لك خد بالك خد بالك مين بياناتك بس ليه سواء المهم مين اللي بيدي الناس دي ارقامنا ومين اللي بيديهم اسماءنا عشان يديلوا الرقم ويدولوا الاسم فيكلمني ده مهم جدا يا طرى قانون سرية البيانات يعالج المسائل دي موضوع مهم جدا انتشر في الاولى الاخيرة لازم تاخدوا بالكم منه الانتخابات ولا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات عندنا انتخابات مجلس النواب على مرحلتين المرحلة الاولى في شهر اكتوبر والمرحلة التانية في اول 11 طب عشان اعرفك يعني ايه انتخابات يعني ايه قايمة ويعني ايه فردي والقصة دي كلها هيبقى معي وما حضراتكم لأستاذ محمد ممدوح رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري عبر الانترنت مسائل خير يا استاذ محمد مساء النور يا دكتور مساء النور على كل المشاهدين اهلا بحضرتك يعني ايه مجلس الشباب المصري من فضل حضرتك وضح لي مجلس الشباب المصري هو واحد من اكبر منظمات المجتمع المادر المصرية الحاصلة على تصريح الاية الوطنية الانتخابات لمتابعة ورصد العملية الانتخابية منتابع الانتخابات المصرية افتداء من الانتخابات الرئاسية عام 2018 مرورا بالاستفتاءة على التعديلات الدستورية مرورا بالانتخابات مجلس الشيوف وان شاء الله هنتابع ونرصد الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تجري على مرحلتين زي ما حضرتك قلت في نهاية اكتوبر مطلع نوفمبر المقبل طب يعني ايه بترقبوا العكابات برضو وضحها للمشاهد ازاي بترقبوها اولا الانتخابات فيها شرطين فيها شرط تنظيمي اللي بتنبيلها الوطنية الانتخابات وهي المسؤولة عن استقبال الناخبين داخل مقار اللي جاء وتنظيم العملاء الانتخابية وفيه شرط اه رقابي خاص بالمجتمع المدني هو اللي بيضمن تعزيز آليات الشفافية والنزاهة لعملاء الانتخابية احنا اللي بنقول الانتخابات ازا كانت تم استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة او شابة الانتخابات شائبة احنا اللي بنرائب عن طريق الراصدين والمتابعين الميدانيين الخاصين في مجلس الشباب المصري اللي متوزعين على اللجان المختلف كم عدد الشباب موجود معنا في المجلس حاصلين على تصريح الهالة الوطنية بالفعل تلات تلاف وخمسمائة متابع وراصد ميداني بخلاف اتنين وستين وغرفة عمليات موجودة في المحافظات بخلاف كمان مجموعات عمل موجودة خارج اللجان اي ابترسو ده اللي بيتم خارج اللجان احنا ما بنشتغلش داخل اللجان وبس احنا بتشوف كمان اللي بيحصل برا اذا كان فيه دعاية خاطئة فيه خرق للصمت الانتخابي فيه استخدام للمال السياسي ازاي نقدر نواجه الكلام ده فيه محاولات لتعجير صف الانتخابات بتختاروا الشباب دول على اي اساس ولو فيه شب مصري عنده طموح انه يشترك معاك وبيكون ازاي احنا قبل ببنختار احنا بنأهل احنا بنعمل برامج تدريبية مجلس الشباب المصري اطلق منذ ثلاثة عوام برنامج يسمى البرنامج الوطني للرصد والمتابعة هدفه تدريب وتنهيل الشباب على الهيات الرصد والمتابعة بنعرفه يعني ايه قوانين او حزمة التشريعات المتعلقة بالعملية الانتخابية يعني ايه الهيات الرصد والمتابعة الدولية بنطلق على تجارب دولية كمان تمت سواء في المنطقة وعلى مستوى العالم دول سبايتنا في تطبيق بعض المعايير يمكن من هزي التجارب تفيدنا في التجارب المصرية بالاضافة كده كمان ان احنا بنعمل ما اجمع بسيميوليشن او مودل كمان للعملية الانتخابية الشباب بتبقى عارفة يعني ايه تصويت يعني ايه ده ممكن يبقى لحظة مخالفة او ممكن يكون التصرف ده يعكر صف العملية ولا لا او ايه اللي يعدي و ايه اللي ما يعديش ولو لقى حاجة كمان فيها مشكلة يجأ لمن ويتواصل مع مين ايه دي نقطة مهمة احنا بنضرب عشان المشاهد يهموا يعرف وانا مهتم ان انا عرفه يعني ايه قيمة ويعني ايه فردي والمشاهد ينتخب الناخب هيعمل ايه الانتخابات في النظام المصري تتم بالنظام المختلط ما بين الطائمة والفردي 50% قائمة و50% بالنظام الفردي عشان صوت حضرتك يبقى صحيح يجب ان تقاطي صوتك لاحت القائد نتكلم احنا عندنا الجمهورية مقصمة الاربع دوائر عندنا الانتخابات هتتم على مرحلتين المرحلة الاولى هي ابتداء من الجيزة وشمال وجنوب الصعيد تضم معها الغرب الدلتا اللي هي اسكندرية والبحيرة ومطروح دي لقدم ان شاء الله في نهاية اكتوبر والمرحلة التانية هتكون خاصة سبعة وتمانية نوفمبر القاهرة ووسط وشمال الدلتا وشرق الدلتا هم ديه ده بالنسبة لنظام القائم بالنسبة لنظام الفردي على حسب الدايرة بتاعت حضرتك مخصص لها عدد من المقاعد الفردية في دواير فيها مرشح واحد ودواير مرشحين وفي دواير فيها ثلاثة مرشحين على حسب الدايرة بتاعتك حضرتك بتختار عدد المرشحين يعني هو بيختار قيمة وبيختار عدد أو بيختار قيمة لازم يختار قيمة من قيمتين المرشحين في كل دايرة بالدايرة الأربعة بالاضافة بيختار عدد المرشحين أو عدد من سينتخبهم على المقاعد الفردية بيختار القائمة كاملة؟ بيختار القائمة كاملة هو بيعلم على شعار القائمة اه يعني القائمة دي قائمة. احنا الانتخابات في النظام المصري تتم بنظام القائمة المغلقة المطلقة. القائمة تعدي كلها يا ما تعديش كلها. احنا ما بنشتغالش بنظام القائمة النسبية. اه. مصر يدقى كده نظام القائمة. الناخب بيعلم على الرمز بتاع القائمة ثم يختار على حسب عدد المقاعد الخاصة بي. وده اللي حضرتك هتشوفه في الكشف اللي فيه استمرت التصويت لن يكون فيها اسماء مرشبين القواهم ولكن سيكون فيها اسم القائمة والشعار القائمة. يعني ايه خارق واحد يتنين. يعني ايه خارق اه الدعاية الانتخابية. لسه. ازاي بترسل هذا الخارق. احنا عندنا النهاردة فيه سقف الادعاية الانتخابية محددة لهذه الوطنية للانتخابات. نتكلم عن مقاعد الفردية. اعتقد نصف مليون جنيه خاصة بالمرشح. طالعا الكلام ده بيبان لو عدد الافتات اكبر. لو الان ممكن عوامل او مؤشرات لاستخدام المال السياسي في شراء الاسوات في حجد وتدييش الناخبين لصالح احد المرشحين. في ممكن كمان ان يتم الاستخدام مش للشراء او لتوجيه الناخبين. من الممكن ان يتم استخدام استخدام المال السياسي. لمنع الناخبين من التوجه. لأحد الرجاني. فكل دي مظاهر من الممكن ان تعكر صف العملاء الانتخابية. يجب علينا التصدي له. ازا لقينا ان في مرشح بيستخدم الاموال اي زرحينة. والمال مش شرط يكون فلوس. المال ممكن يكون مواد غزائية. ممكن يكون شكل من اشكال الدعاية التي يعاقب عليها القانون. لكن الانتخابات المصرية يجب ان تمر بشفافية ونزاح. ويجب على جميع المرشحين. احترام. آآ اللوائح والقانين. وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات. يعني ما ينفعش جماعية خائرية تستخدم في العملية الانتخابية. ما ينفعش تطلع زيته سكر في الانتخابات. ما ينفعش ان اي شيء من الممكن ان يسهم في توجيه ناخبين. سواء كان بمقابل مادي او. يبدو انه في عطل في الانترنت. لكن احنا تقريبا قدرنا ناخد من الاستاذ محمد. يعني اللي انا يهمني كمواطن انك انت تبقى عارفه. انك انت هتنزل الانتخابات. هتختار ما بين. يعني لو حضرتك دايرتك فيها ثلاث مقاعد او مقعدين او مقعد. هتختار قائمة من القائمتين المترشحتين. وهتختار على حسب المقاعد اللي موجودة عندك في الدائرة. آآ حبيت اوضح لك ده عشان في ناس كتيرة بتسأل يعني ايه قائمة ويعني ايه فردي ونظمنا فردي ولا قائمة. لا احنا نظمنا مختلط ما بين الفردي والقائمة. النهاردة عندنا حلقة هي بص يعني آآ ملهمها بالنسبة لي حادثة واقعة. فقلنا طيب طيب ما هنتكلم عن الحادثة تعال نتكلم عن الواقعة كلها. المقزون. المقزون الفرفوش والمقزون اللي دمه خفيف والمقزون اللي هو يعني. وفي ناس غريبة جدا يقولك ايه انا عايز المقزون ابو جبه وقفطان ده بيختار يعني انا شفتها مرة حد بيسأل حد بيقوله انت عايز المقزون لبسه ايه. فقال له لا انا عايزه ابو جبه وعمه وقفطان وكده. النهاردة معانا نقيب المقزونين عشان نكلمكو عن المقزون والجواز وقسمة الجواز وقصة كبيرة اوي فاصل وهنرجع عشان نكمل حلقتنا. القرار الاهم في حياة اي انسان هو قرار الزواج. انك تاخد خطوة وتتشجع وتخش عشان تتجوز. مين اللي بيوسق لك بقى القرار ده وبيطلعه لك في شكل قسيمة هو المقزون. معايا ومع حضرتكم النهاردة الشيخ اسلام عامر نقيب المقزونين. اهلا للشيخ اسلام. اهلا وسهلا بيك. قرار مهم في حياة اي انسان. الا وهو قرار الزواج. نعم. يوسقه المقزون. عايز اعرف يعني ايه مقزون. كلمة مقزون اي مقزونا من القاضي الاول. يعني عشان نعرف كلمة مقزون. المقزون بينوب عن القاضي تلتمية وستة وستين يوم في السنة الكبيسة معندوس ساعة جزا. متى طلب يبقى موجود. وظيفة المقزون توثيق الشرح او الصيغة الشرعية يحولها الى مستند رسمي موسق. بزواج او بطلاقة. كلا هما. ادي تعريف المقزون ودي وظيفة المقزون. او المقزون في مصر كلمة. لا ما افتكرش. ما تفتكرش. لا. طيب. المراسم الزواج ان المقزون بيجي والاب والعروسة والعريز بخط قدين فقدين بعض والمنديل والشكل اللي. الشكل اللي احنا بنشوف. هل الشكل ده يعتبر جزء من مراسم الزواج? اساسي. اساسي. اه. شرعا ولا قانونا. شرعا. بص بيه. هو شرعي الاصل. مأذون شرعي. انا بترجم الشرع الى وثيقة. ما تم امامي وما تم الاتفاق عليه بين الطرفين يوثق. من جملة صداء. من شروط خاصة. الصداء اللي هو المغض. اه. جملة الصداء الحال والمؤجل يعني احنا بنقول جملة الصداء الحال منه قدي كده والمؤجل منه قدي كده. اكبر مؤخر صداء كتب الشيخ اسلام كان كام. لا. فيه مليون. مليون. ده اهبر صداء. فيه مليون وفيه. فيه. فيه. فيه في المجتمع المصر. فيه. والنهارده بقى ادنى مؤخر صداء الدين. عشرين. عشرين الف ادنى مؤخر صداء. اه. اللي هو مينس عشر دردات تحت الصفرة. طيب. آآ الفترة الاخيرة قالوا ان الدولة سحب الدفاتر للمأذونين. طبقت اشعب كده. الكلام ده تبتكر ليه طلع و ايه ما ده حقيقته يعني. منتحل الصفة ديت الطم الكبرى او القنبلة اللي موقوتة اللي ما زالت لسه موجودة في المجتمع المصري. يعني ايه منتحل الصفة؟ بيانتحل صفة مأذون. اه. اه. ممكن واحد يانتحل صفة مأذون. اه. وفيه اللي يانتحل صفة محام. فيه اللي يانتحل صفة اي حد. بس المأذون ده بيوسق حاجة يعني فيه صعوبة في اللي يانتحل الصفة. ولذلك يا دكتور فيه حاجة مهمة. احنا يمكن فيه حاجة اسمها الاختصاص المكاني للمأذون. اه. اللي هو مثلا الدائرة دائرة كذا. محل. اه. اه. يبقى مأذون. اه. دا الابة معروف لدى الكافة. بياختصب مين. محل اقامة الزوجة وليس الزوج. اه. عشان الزوجة هي المعنية. هي المعنية. لا. هقول لحضرتك او توضيح بسيط. الزوج لو متزوج من واحدة تانية. وانكر امام المأذون. اقول لأ ببيانات كذبة. لا تفسد عقد. وما تضيعش حقوق. ولذلك يعني لما يجي زوج بيتجاوز. سأله. فيه على زمتك زوجة اخرى. قال لأ. خلاص. تم بطاقته بيبقى مكتوفي. ممكن يكون غير البطاقة. متزوج. اه. يكون غير البطاقة. اعزب. طلق مراته. او ارمال او. طلق مراته. وعمل بطاقة اعزب. وراح راجحها تاني. او جاوزها تاني. وما عمدش بطاقة. فجاي اللي بطاقة اعزب. فالاصح فيها. ان انا باخد اقرار ضمني. بالوثيقة. انه لا توجد باسمتي الزوجة اخرى. تمام. ده ما يفسدش عقد. ما اقول للرجل ان هو يدوز واحدة واثنين وثلاثة. فامكحه ما طابق لكم من النساء. ما اثنى وثلاثة واربع. مظبوط. انه محل يجوز للزوجة ان تتزوج. وهي متزوجة. لا لا يجوز. مين اللي عرفه مأزون المنطقة بتاعتها. هو المحتص. مم. ولزلك الاختصاص كان محل اقامة الزوجة. ايه حكاية المأزون الفرفوش. المأزون الكوميدي. ايه الفص واسمات سمعناها غريبة اوي. ما هو ده من ضمن الشخصيات منتح للصفة. المأزون الفرفوش. لا 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 مش مأزونة بيه. ده مدرس. ده يكن فقرة كوميدية مثلا وفعلا بيكتبه بيجيبه مأزونة يكتب لكن هو يؤديش هو مثلا. اه. اه. كده يعني. انما هو منتح للصفة ليس بمأزونة. اه. يعني ده جاي واحد زي الفرقة بتاعت الموسيقى زي اه الراقصة زي الناس دي. شكلا. شكلا. اه. طب انت ازاي ما بتاخدش اجراء ضده كنقابة مأزونين لان ده يوسيق للمأزونين. ملقنا. اه. وتقدمنا بمذكرة. ما يتم بيها مش بتاع. اه. لكن انت اتخذت اجراء. بس اخذت اجراء القانوني في هذا الان. اه. طيب. اه. شيخ اسلام ايه اغرب المواقف اللي تعرضت لها كمأزون في طلاق وجواز لا والله يا دكتور. اه. مواقف كتير جدا. 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 جدا فوق ما تتخيل كمان. في طلاق موجود. في زواج موجود. وحاجات يعني ايه. ما تختلقش على على بال. يعني اغرب حاجة. قلي قلي حالة كده. اغرب حاجة. ودي كانت من فترة يعني اكتر من خمستاشر ستاشر سنة. جاي راجل ابنه كان في حادث وكان مع زوجته. وابنه. هو توفاه الله. وزوجته. وابنه. نجو من الحادث. ابو جاي. ابني توفاه الله. اه يعني الولد اللي كان مع ابنه ومراته. ابنه توفاه هو موجود. اه. مرات ابنه موجودة. وابن ابنه موجود. وبش عاوزين نخرجها من البيت عشان تفضل موجودة. وعشان الوضع الصغير احنا للربيه. يبقى الراجل بيتكلم صح. هيجوزها لحد النخوات المتوصل. مثلا. وده بيحصل عادة في الارياف وفي الصعيد. كتير. عشان يعني. كتير. ما يخرجش من البيت. اه. العيال ما تخرجش من البيت. بيحصل. موجودين وعمهم زي ابوهم. اه. فاعتقادي. انه هيجوزها لحد من الشباب بطلوكات تالالف. خيرك والله. ان مرات ابنك ما تخرجش اي حد من اخواته يتجوزها. قال لها ده اللي هتجوزها. مم. انت متخيل. بس ده لا يحلش عرقه. لا يجوز. مم. تحريم. تحريم ابدي. تنفعلوش بأي شكل من الاشكال. مم. ما ينفعش. وانصرف. مم. اكتر من شهر. وفاجأ. انه تزوجها. ايه ده ازاي. تزوجها. تزوجها عرفي. رسمي. طب المأزون اللي جوزها. عنقرت امام المأزون انها سبقت لها الزواج. وتزوجت انها بكر. اه. الى ان تم اختار النيابة والبلاغ من اخوتها. اه. دي جريمة. ما يجريمة زنة. اه. زنة بيه. احنا دخلنا في المحرمات كده. اه. في حاجة من ضمن الحاجات. انت تحاول المأزون لمصلح اجتماعي. يعني جات لك مثلا حالة طلاقة. اتنين جايين عايزين يتطلقوا. هل هنا المأزون ليه حق. نقضي يصلح فيما بينهم؟ ده دور اساسي. دور اساسي. اه. بس في بعض المأزين. يعني يقول لك ان هضايق على نفسي فلوس جايالي. لا 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 لا. والله يا دكتور دي حقيقة. اولا المدن بتختلف عن القرى. اه. والمأزونين العدد فيهم اكتر في القرى. يعني انا لمجل القاهرة لا يتعدى 160 مأزون. انا مستوى بحافظة خيرة. اما اجي لمحافظة القلبية. الاقي فيها ما يقرب من 500 مأزون. نقول هنا في 20 مليون ناسة. ليه انتو كم مأزون؟ 4618. اه. وما يقرب من 1000 موثق. اه. المأزون يفري عن موثق؟ الموثق المختص بزواج الاخوة الاقباط. اه. اه. لان العهدة واحدة وشغلنا واحدة ودفترنا واحدة. يبقى احنا بنتكلم ف4000 وما يزيد من المأزونين. 4000. هل بقى المأزون هنا بيوثق او يعني يمثل دور المصلح اجتماعي لما يجي له حالة طلاق يستطيع ان هو. اكيد. كم مرة يعني نجح الأساس اسلام او الشيخ اسلام في منع الطلاق. نسبة عالية جدا. فيه حاجات بص يا دكتور. فيه حاجات ما تقدرش تتكلم فيها. في حالة الخيانة الزوجية. هتقول له معلش هي خانة المرة دي مش هدخول تاني دي مفيش فيها. اه الزوجة. اه. لكن لو الزوج اللي خانه هي جاية تطلع عشان جزها خانها. ها. بقى سهل بالنسبة لك. بص يعني ايه نزوة او 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 او. مجتمع زكوري احنا. مش مجتمع زكوري لا. هنقول لها معلش دي نزوة وهتعدي طب ما يحسس الست والراجل واحد ما هي بالاخر انسان. بص بص لا هقول لحضرتك على حاجة تفرق التلبس من سمع كلام. من انها شكة. اه ان هي شكة. شافت لها رسالة على الفيسبوك او على التليفون. انما كحال التلبس ان هو يخش يلاقي وضع مخل بالأداب فمش تقدر تقوله معلش. لو ما تلهاش هيجي لك. مش هتقدر تقوله معلش شيء. اه اما ما دونه ذلك اللي عندك عندي. اه. واللي في بيتك في بيتي. ما هي النوعيات كلها واحدة بي. لسها كل واحدة. العضلة اللي هنا هي نفس العضلة اللي عندك. اشتغتلس. فيش فيها اختلاث. طيب. في الدراما. الراجل يقول للست في الدراما انت العصمة في ايديك روح يطلقيني. وكأنه لا يستطيع ان يطلق نفسه او يطلقها. ده ما فهم بها عند الناس ان العصمة ما بتبقى ايدي الزوجة. قال لها تحولت لرجل هي اللي تطلق وتروح تروح انت طالق. لا. هذا الكلام صحيح. لا. هي لها ان تطلق نفسها منه. هو طوضها. هو طوضها. لكن هو ما يقدرش يطلق. وديك ما تقدرش يتيجي الا في الشروط ان هما يتفقا. وقبل الاسيمة الجديدة او المحرر الجديد بتاع الوسيقة. الاسيمة القديمة. في البينات الزوجة ما كانش بقى فيه الشروط الخاصة. فلنت الفلنية. وقد اتفق الطرفان على ان تكون العصمة بيد الزوجة لها ان تطلق نفسها منه متى شاء. لكنه يستطيع. وهو يستطيع طلقها. اه يعني اللي بيطلع في الدراما ده. يعني مجرد كده فاني. اه يعني شكل عام. لكن في ناس في اعلان صدقت الموضوع ده ان الستة ما تبقى العصمة في ايديها. فهي اللي بتطلق. لها ان تطلق نفسها. بس تطلق نفسها. انما ما تقدرش يترجع نفسها. هو اللي في ايده حق الرهور. هو اللي له حق المراجعة. وان كان الطلاق في الغيبة في غيبة الزوج بتشيقه له الاعلان. ولذلك ده ايدي. طب الستة اللي في ايدها العصمة بقى تجيلك كمأزول وتقولك انا عايز اطلق نفسي. طبعا بموجب الوثيقة وعقد اللي تطلق المشروط عليها. تطلقها. ولذلك في قولها انا من زوجي فلان طالق منهم. لانه ادهت تفويق. وكده حضرتك تبعت له اختار. تبعت له اختار بانه هو وتعالى اخد اسمتك. لكن هي لا تستطيع. اذا انا اطلقها غيابي. غيابي. لا تستطيع المراجعة. مولانا عايز اسألك السؤال. اتفضل. غيابي دي نقولها لما يبقى الزوج راح طلق مراته عندك. وهي ما تعرفش. فطلقها طلقا غيابيا. اه. تمام. طب هي مش حضرة. لكن هنا هي حضرة هي. حضرة. غيبة الزوج. كده على الابراء ولا ايه. لا يا بيه غيبة الزوج. هي لا تبرق. هي غيبة تطلق نفسها منه. لكنها مش على الابراء. مع التزامه. بحقوقها. هي بقى تقدر تقول كده. مع التزامه بسدد حقوقي الشرعية. ولذلك تكتب طلق اولى رجعية او تانية رجعية. طيب. له حق المراجعة ما دمت في عدته شرعا. هو اللي رجعها. هو اللي رجعها. طب لما ترجع بقى. ترجع على العقد الاديم. الاديم. لها ان تطلق نفسها منه تمام مرة. طيب. هل المأزون بحاجة لنقابة عشان يكون عقده شرعي؟ النقابة ليها دور في شرعية هذا العقد. بصة بي. النقابة ما هي الا ثقافي اجتماعي. يعني بتقدم خدمات للمأزون نفسه. خدمات للمأزون نفسه. لكن ملاش علاقة بالمتزوجين. لا 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 لا. احنا بنرسل بس يعني. او يعني لما بنجي نتكلم. بنقول نحد من حالة طلاقة. يا اخوانا ما يبقاش فيه استعجال. بقدر الامكان. مرة واثنين وثلاثة عشان اقدر احد. ولذلك يا دكتور. المأزون لو لو بالعام كده. لو فتحنا البرجل. واستقبلنا كل حالة طلاقة. وقمنا بتطلاقها. هتلاقي كم كبير جدا واحصائية فوق الخيال. طلاق. طبعا. يبقى دور المأزوننا اجتماعي. طبعا انا كمحامي. عشان امارس مينة المحامات. لازم اروح لنقابة المحامين. اقدم على كرنيه. واحلف اليمين. هل دا بيحصل في نقابة المأزونيين؟ طبعا. خلاف ذلك. كيفية تعيين المأزون. الموظف الوحيد. ازاي بقى بتاعين. ما انا هقول لحضرتك. الموظف الوحيد. اللي كل واحد بيعين بقرار منفصل. المأزون. اه يعني ما ندرش نعين خمسة ستة. لا 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 قرار منفصل عن كل منطقة شاغرة. يتقدم من يتقدم؟ العدد. تفتح الباب الترشح في منطقة مثلا ايه؟ كله بيقدم مصاوغات تعيينه كمأزون. كله بيقدم مصاوغات تعيين المأزون. اولا يعين اعلى درجة علمية. اعلى درجة. اعلى درجة. اه. ولذلك انه النهاردة بقى مانة ودي حقيقة وبقيت موجودة. يعني احنا ايام اللي صنص. يعني معا دكتور دكتوراء ممكن يبقى مازون. يجب الماجستير. يعني دكتوراء في الطب مثلا ممكن. معا الدكتوراء. اه يعني اعلى درجة علمية. اه المعين. لا 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 اعلى درجة علمية. في المتقدمين. ايه تاني يا شخص ده. واخر بقى ده يعني ايه. ولذلك اوضح بس نقطة صغيرة. ولذلك اعلى كم علمي في قطاع وظيفه المأزون الشرعي. اه. الذي كان يلقب بالقاضي الشرعي. اه زمان كان اسم القاضي الشرعي. ولذلك في وجه قبلي بيختلف عن وجه بحري بكتير. يعني في وجه قبلي صدنا القاضي. دلوقتي القاضي الفرفوش. في القاضي المأزون الفرفوش. في القاضي المأزون الفرفوش. طب انا احكي لك حكاية وحكاية لمشاهدين. عشان هنشوفها بعد كده. واتعلق اللي عليها. تخيل حضرتك واحدة اه اه اتجوزت. عاشت في حياة كويسة مع جوزها. ثم جوزها انفصل عنها. بعد ما خلفت ولده بنتها او بنتين يعني. او خلفت اتنين. وبعد ينزيها زي ست. عايزها حد يساعدها في الحياة. وساعدها على تربيه اولادها. فاتزواجت شخص. بعد سبع سنين يا مؤمن. تكتشف ان المأزون اللي كتب الكتاب مأزونه زي. طب ازاي عرفت؟ انا مش هقولك. خليك تشوفها في التقرير. هنطلع فاصل وهنشوف التقرير وهنرجعلك تاني. الافوكاتو ازاي تاخد حقك القانون انا واحد زميلي كان معايا في الشغل اللي جيت تقدملي وجاب مأزون وشهود واخواتو وفجأة بعد سبع سنين اكتشفت ان ما فيش ما فيش قسيمة. القسيمة مالهاش وجود. لما جيت رحت محكمة الاسرة عشان اطلع نسخة ورقية ما لقيتش ليها اصل. لما رحت السجل المدني نفس الكلام لما جيت كلمته قال لي انا قطعت القسيم. طب انا عايزة اسم المأزون قال لي لأ المأزون مش من هنا اخوي اللي كان جايبه. طب هتلي اسمه لا ده مش من هنا ده من قفر الشيخ اخوي حتى ما عارفش اسمه اكتشفت ان هو اصلا كانت عملية نصبه في الزواج انهارض انا كنت ماشي بعيط في الشارع لدركة ناس كان بطبطب عليا ما كنتش قادر اقف على رجلي اقسم بالله حسيت ان جالي شللي عصبه اتبقت منهاره وقدي بقت تترعش ووقفت على جنب الحد ما وقعدت في الارض مش مصدقة انا مش مصدقة مش مقتنعقلي مش قادر يستوعب ان ده بجد انا في كبوس مش في حلم انا في كبوس ما كنتش متخيلا ان ده حقيقي اقسم بالله كنت فاكرا اني بحلم انا في الاول كنت فاكرا ان انا كل ده زنه بقى لي سبع سنين في زنه ما كنتش متخيلا انه جواز لان انا سألت ناس والدي قاعد معي وقال لي لا ما تقلقش ده من الزنه طالما كان بحضوري وطالما كان قدام الناس وطالما شهود اقسم بالله انا فعل على الحرفيان كنت مموت ما كنتش مصدقة مش مستوعب ان فيه مني عدم كده مش مستوعب ان فيه ناس كده كما رجعت للمأزون اللي مكتوب اسمه في القاسيمة الزواج قال لي لا انا معرفش حاجة عن القاسيمة دي ومعرفهاش المأزون اسمه احمد عبدالله مش عنه ومأزون السيدة زينب لكن هو لما كاتب في القاسيمة كاتب انه مأزون الساحل اما عملت فيه محضر في اسم الساحل رقمه خمسين ستاشر بانه نصب علي في الزواج وامراته لقيتها بعتلي ريكوردات مسجلة بينهم هما الاثنين ان هما عملوا كل ده علشان نصب علي في فلوس لان انا كان عندي مكتب ملابس ومحل ملابس في الموسكي عملت معاه كثير بس ملاقيتش منه غير كل كحول اللي خلينا دور على القاسيمة اصلا ان انا خلاص بطاطي قتقربت تنتهي انا لما تجوزت وكانت بطاطي لسه جديدة لمعيها صور ليه متصور مع بنتي فيها فرح من الافراح اللي تخصني احفراح ابن خالي لابس فيها بدلة وايف مع بنتي وبنتي لابسة فستانس ورايه للدرجات دي كنت ممثل بارع انا عايزة حقي انا بطالب بحقي بطالب بحقي منه هو طلاله دابته واحضار مرتين انا بطالب بوزارة الداخلية تنفيذ دابته واحضار ويجيبوه علشان هو قدر اخد حقي انا عايزة حقي وحقي السبع سنين اللي فاتوا طبعا حق الرد لكل من ورد اسمه وذكر في التقرير آآ مكفوط يعني اللي شايف انه ذكر اسمه في عدد تقريره عايزة رد طبعا احنا حق الرد مكفوط للجميع شيخ اسلام يا ترى الزواج ده زواج حتى لو الوصيقة دي مزيفة شرعا سليم قانونا قانونا وساعدتك يعني ايه سيد العرفين لها الحق رفع دعوة اثبات زوجية اثبات علاقة زوجية اثبات علاقة زوجية وهتاخد حكم بيها بس عليها ان تتقدم ببلاغ ضد الزوج يجيب من المأزون والمأزون والمأزون بص بيه انا لما قريت الوصيقة احمد عبدالله مشعل احمد مشعل مع الاحتفاظ باستاذ احمد مشعل بالرد لا يا بيه بص بيه انا برد عن الزميل احمد عبدالله احمد مشعل لا يعلم عن هذه الوصيقة استغلي اسمه بس استغلي اسمه لمجرد ما اصل المأزون معروف ده يرجعنا اللي انت قلته بقى ان لما يكون مأزون المنطقة فانا عارفه والناس كلها عارفاه ولازم هو فما يبقاش فيه تزييف يحصل بس خلاص بس انت قفلت الباب قفلت الباب نهائيا ولذلك هي مطالبة بسيطة يا ريت الاموال العامة سيد مساعد وزير الداخلية الاموال العامة نظرة عطف المأزونين عشان نخلي المجتمع في امان من هؤلاء لان الحقيقة بيدرب الاسرة المصرية في مقتل يا بيه انت بتضرب المجتمع كله بشي الاسرة ما هو المجتمع اصر المجتمع نواة الاسرة الناتج بتاحهم ولذلك يمكن بصبه من يستخدم منتح للصفة واحد زي ده جايب ينصب عليها الاول انا بطمنها زواج اكشارعا امام الله سليم وصحيح مليون المية ما فيش فيك قانونا ينقصوا قانونا ينقصوا في اثبات علاقة زوجية وبعد اثبات علاقة زوجية لك ما تشاءين في حقوقك الشرعية بس لازم الاول تاخد اجراء جنائي تاخد اجراء جنائي بالقضاء هو يجي ويجيب مين اللي وصق له الورقة دية لانها غير موصقة ده مزورة مزورة الدفتر كان بيتباع المطبوع القديم بثلاث تلاف جنيه بيتباع كان بيتباع بثلاث تلاف جنيه مضروف من الشخص اللي يلجأ لفكرة انه زي في عقد زواج مين الشخص ده واحد زي النصاب اللي رايح تجوز احنا مش هنقول عليه نصاب لما المحكمة تقول لا يا بي انا اتحمل نحتفظ برضو انا اتحمل مسؤول اصل اللي يضحك على بنتي يبقى ايه خلينا نقول مدان مدان يا دكتور متهم مش مدان لسه ما تمش ايدانته متهم مين تاني غير ده هو اللي يجيب مين لا لا مين الاشخاص اللي ممكن تلجأ لهذا الامر غير ان واحد يعني بيحاول الاستلاء على اموال واحدة اللي هو زواج دون السن القانونية وده بيكد انا بقى جايبك في الحتة دي مالعب بقى كبير اللي في الارياب بيحصل لما السن بقبل 18 سنة المأزون يكتب لا المأزون ما يكتبش لا ده ساعات مأزون وبيكتب وما يوسقش لغاية لما السن يوصل لا يملك بص بيه انا الضفتر بتاع المأزون مسلسل بيكتب عرفي حبيبي بيكتب عرفي لا يملك حد اشتكسب هي يتحبس فيها اللي بيعمله الكلام ده منتح للصفة لانه هو لما بييجي الاسلام المأزون انا برفضه ولذلك مانا كنت بطلب وما زلت بقول يجرم عقد الزواج العرفي لدون السن القانونية السؤال بقى هل انا كاب البنت جاية هتتجوز من حق يطلب من المأزون كرنين قابة المأزونين مزبوط حقك طب هل في مأزون ما يبقاش معاه كرنين لا كله مع كرنهات والطاقة يبقى نقولها كده لأي اب لو سمحت بنتك هتتجوز والمأزوني اللي جاي ده حضرتك ما تعرفوش بطاقة اطلب الكرنين والبطاقة من حقك يا فندم عشان تتلافى ان بنتك تبقى ضحية لعملية نصب وتزيف ويفضل بقى ان ابو البنت اللي يجيب المأزون ومنين محل اقامة الزوجة مأزون المنطقة اللي انت عارفه لان انا هخاف على البنت اكتر من الولد طيب مين تاني يلجأ للمأزوني المزيف يلجأ ليه في زواج في طلاء انه هو يضحك على الزوجة انه هو طلقها يضحك عليها انه طلقها اه يضحك عليها هيهجر موضوع مش عاوز يطلقها اه تا فيه بانك كويس لا مش كويس لا ابدأ ده وجوه بتوسيقه اه اه يعني انه مثلا بيعمل ده يريحة يومين تلاتة وبعد كده هيقول لانه وبعد كده اصل ما داعبليش مأزون اه حكت عليكي مسلا عشان اهديكي احتسب يومين اه احتسب يومين طبعا انا هرجعلك في الايمان دي لان الايمان دي انا اعرف ناس يعني بتلعب بالايمان كده طول ما هي ماشية بس اللي انا هل يا ترى الزوج الذي يتزوج بامرأة اخرى على زوجته المأزون هنا لازم يختر الزوجة اكيد ازاي بيخترها وزا هو ما اخترهاش ايه اللي يحصل ما اخترتاش ازاي شيء من الاثنين اه يا اما في زوجة على زميته زوجة يا اما ما فيش على زميته زوجة بيقدم للبطاقة بتاعته متزوج انا مطلقها فين وسيق تطلق طيب مش مطلقها والعنوان اللي في البطاقة مختلف ماليش فيه انا باخد من بقه العنوان اللي هو بيقول لك علي اللي هيتم الاختار عليه وبيمضى على اقرار على ذلك ولذلك ان حصل ده فلزوجة الاولى حق الشكوى اتلقى ببيانات كذبة لدى موظف عم لكن حقوبية هاي اصلي بص ساعات زوج يلجأ للمسألة دي ازاي بقى هو بيبعا عايز اتجوز عايز اتجوز سيخايف اتجوز لان دلوقتي الزوجات يعني مش عارف حضرتك مطلع على اخر الاخبار ولا لأ وعدين يعلم اخواتنا والستات بتروح تسأل في السجل المدني كل فترة يعني نعرف سيدات تسأل في السجل المدني حيدور على منتحد الصفة عشان ما تبقى فيدور بقى على منتحد الصفة عشان ما يزعلش دي وعشان في نفس الوقت دي ما تدورش وراء شكرا خلاص هو كده لك تروا لقل من كده ده بقى لكن سهل ازباته ازاي بقى مين ده عجب بقى لا لا قلنا عشان الناس تعال احنا بنقدل نصايح اول نهاردة لما الزوج بينكر قدام مراته او متزوج او ما بيولهاش او ما اللهاش وهي عرفت العنوان بتاع السكن الزوجية الجديدة بقى الجديدة اه ليه لم تتقدم ببلاغ ان فلان عايش مع فلانة دون زواج اه في حالة ان الزوج ده مزيف لا يا سيك عايش فكر كده سعيد لا يتفكر ما بيتفكرش كده والاخوة الزمل المحامين فيه موجود يا بيه موجود وبتكسر مولانا فيه ناس طول ما هو قاعد على القهوة عليا مش عارف ايه عليا ايه ده يمين لا لانه اللي بيقوله ما بيقصار عليا الطلاق لا يقع بها يمين ما بيقصار لا 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 وانا لجعل در الافتاء المصرية ما بيقعش بيقين لا 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 اما اللفظ الصريح الصحيح انت طالق اعرف واحد قال لمراته انت طالق فوق الربعمية مرة ويقول انا عصبي انا متدائي اصلا انا قلت ده في زروف صعبة دكتور يعني احنا خدنا شط كبير في الموضوع ده كلمة انت طالق وقع يمين ووجوبي اسباته تعمل ايه الست بقى هنا يعني الست دي جزء اللي هانت طالق اه تمام طب يا عمد ديني ورقتي ما دهتوك ما دهتوك ما دهتوك مش هددها ورق تعمل ايه ما تروح تروح ترفع ده واسبط طلاق اه وبعد ايه طلاق ده تم بينها وبين وبش هتاخد حكم بيه لان لما يخش قدام القاضي ويقوله والله العزم يقول ما عزلش اه وما فيش حد شاف وما فيش حد شاف اه الحل لكن سرعا ويا يا عمين ماشي والطلق عادة مجتمع هي دوقتي الست دي ظروفها كالقاتي جزء لا انت طالق وطلقها فعلا الحل مخدتش ورقة هي دوقتي مطلقة لكن تقدر تتجوز الحل تقدر تتجوز لا الحل لا ترويح تعمل المحضر في الشرطة خليها تخشوا قدام القاضي ولا انا ما طلقتهاش ويحلف يا مين طلق ان هو مطلق مطلقتهاش عشان كده اثبات الطلاق صعب صعب جدا لانه بيتم في غرف مغلقة صعب جدا وبعدين انت شفت عمرك راجل ومراته بيتطلقوا هما بيزغرته ولا بيعملوا شربات شفت شفت لا ساعة الطلاق شفت حفلات طلاق حفلات ما بعد لا والله شفت اتنين قاعدين بيتطلقوا في كان عد سوشيال ميديا وبيتحكوا واتفقوا عالطلاق خلص واتطلقوا انما في الغالب او الغالب طبعا بيبقى في نرفزة بيبقى في زعل او في خلافات حصلت مرة قدامها خناقة مثلا تطورت لضرب او تطورت لمشكلة كبيرة اه بيحصل في الطلاق اه طب في الجواز بقى وانت مثلا قاعد بتكتب لا ده ساعتها كله بيزغرت وبيسقف واخر مملكة وما فيش اي حاجة والايمة الايمة بيقوم عليها مشاكل كتير وممكن الزواج الزواج اه او الزوجة ال وثيقة بيشوثيقة الزواج الفرح نفسه ينقلب وخلاص مش هيتجوزوا في الفترة الاخيرة بعد 20 سنة قانون خلق اصبحت الزوجة النهاردة لما تيجي ترفع دعوة خلق لازم ترد المهر الازواج انتبهوا هل دلوقتي من الوقتة لاحظ ان الازواج بتكتب المهر كمقدم في العقد برضو برضو ما بيكتبوش برضو برضو ما بيكتبوش ووجوبي اثباته ما هو انت بتثبت دليل عشان الخلع مفروض لا ما هو اللي مكتوب في القسمة جنيه زي ما قابل عروسة بيقول لك ام دي ايمة انت كمان يا عم لما تجيب حاجات اكتبها مهر بس بيه صح كنا اه يعني حقه انا جبت كذا وكذا وكذا بني اجعلنا يعني فعالين خير حقوق حقوق طبعا 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 طيب انت تستحق المرأة مؤخر صدقها لا اقرب الاجلين شرعا ودي انا عاوز اناوت لها قول لي بقى اقرب الاجلين شرعا اولا الوفاة ثم الطلاق يعني لو الزوك توفى يخصم من تركته من التركة المؤخر مؤخر الصدق لانه دا دين دين عالزوك دين عالزوك كان المفروض تاخده في الاول لكنه اجلة ما هو مؤجلة هو بيقول لي انت ديك خدي خمسة جنيه وليك خمسة الخمسة جنيه التانية هتستحق امتى ساعة لما يموت تقتص من التركة او تطلق او تطلق تاخد مؤخر صدقها لان دا صدقة جزدك مال لصداق الزوجة المرغوف في طلاقها اما بنيجي بقى هسيبك من الطلاق في حالات ابراق كتير بيتيجي تبري وفي اللي بتطلق غيابي وما بتاخدش مؤخرها وبتخش في المحاكم ومول طويل وعشان تثبت وتجيب دخل الزوج وحيبض منين ونكمن أرباب المعنى الحرة وما فيش رصيد تمسيكو حاجات كتير خلينا في الوفاة المهمة توفي يا الزوج ايه اللي بيحصل هب غسل هب كفن هب روح تفن سلاموا عليكم ابو يا ساب مالجنيه كم عيل زكر وكم انسة والام موجودة تارس التوم والباقي اللي اتذكر مثل وحظ الانسين وشكرا على كده مخلصوش دين أبوهم اللي ثرقبته ويحسب عنه أمام الله يعني الورصة لازم تدي الأم مؤخر صداء الأولوان مؤخر الصداء الأولوان ما يتبقى اسموه وهي هترجع تدهولهم تاني يا بيه بص حقها أو تتنازل أو تتنازل أو تسامل أو تنازل بتقوله أنا سمحته تيجي نرايح شوه عشان نطلع فاصل هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل بحاول أخلي لك الحلقة خفيف أصلي موضوع الجواز دا والطلاق حاجة كده بنحاول نبسطها لك فاصل ونرجع تاني عشان نكمل قصتنا مع المأزول الفرفوش والطيب والجميل والحاجات الحلوة كل حاجة في العالم بقت عن بعد التعليم عن بعد والتقاضي عن بعد اللي هو بمعناه إنك إنت تقدر إلكترونيا تعمل دا يا طرى بقى الزواج ينفع إلكتروني ينفع توصيق الزواج إلكتروني يعني اتنين يتجوزوا والمأزول قعد في حتة وهي في حتة وهو في حتة ويكتبوا عقد الزواج ما هي هتقول أنا وفئت وهو يقول أنا وفئت والمأزول هيوسق والكلام دا موسق متصور ما هي وظيفة المأزول أن يوسق عقد الزواج وقعت زواج على بدنيه هاي وإثبات الشرع بوثيقة هل يجوز من غير توقعات حية لا يجوز حلو أول هل يجوز من غير لا نكاحة إلا بوليين وشاهدين عدل هل ينفع إذن الزواج عنده أما الإلكتروني لإثبات وتوثيق العقد إلكترونيا أو على يعني المأزول يكتب بدل ما يروح المحكمة هو يعمل إجراءات إقنية سهلة بس التوقعات عنده يبقى يسلم دفتره بعد كده وده المنتظر القادم إن شاء الله شيخ إسلام بنيجي ليوم الفرح نكتب الكتاب ونعل الجواب وكل المأزول بيبشي بس ما وصقش حاجة ما فيش حاجة في إيدي إيه اللي بياخدوا العريس والعروسة وهم مثلا رحين يقعدوا فوقتين لهم شهادة من المأزول بإتمام عقد الزواج وهذه شهادة مننا بذلك لحين استخراج الوثيقة شهادة دي مختومة بختم الناس؟ بختم المأزول بختم المأزول أكل يشي المأزول طب ما واحد ممكن يدرب ختمه ويعمل دوت ويقعد فوقتين حصلت على فكرة وكان من منتح للصفة وتم التحفز عليه في نيابة إيتي البروت على مأزولنا أو كوم حمادة بش متذكر لأن الموضوع بقاله جي أكتر من خمس ست سنين وكان أحد أئمة أئمة المحافظة الجيزة والخطباء ورايح بيكتب كتب كتاب صغير السن والمأزول مشكه هناك وراح الشرطة فبيفرغ الحرز بتاعه والشنطة بتاعته وصائق مزورة كام التهان بقى به تزوير تحال صفة تحصير رسوم بدون وجه حق زواج دون السن موضيش أنا جري حترسوه ما الزواج دون السن الزواج دون السن القانونية تسهيل ضعارة خمس ستانات بإيه تسهيل ضعارة بالشهادات السلبية اللي كان بيطلعها نشهد فلاني الفلاني بأنه قد تم دي تسهيل دي تسهيل هي هنا بس لكتر والألم كده أنه موجوبة على المأزول لأنه وأنا أهد أثناء عادة الزواج أنا بحرر الوسيق من حق الزواج إن هو ياخد للصورة منها وبعدين النهاردة ما بقتش الأسيمة تقعد خمستاشر وعشرين وخمسين يوم وشهر واثنين لا يا بيه أيها لا بس الليلة الفرح هيروح ويعملوا مثلا هنيمول زي ما بيقولوا هيسفروا أوكي بياخد جواب من المأزول إنه هو تم عقد زواجه بالأنسة فلانة الفرنية المقيمة بلحتة الفرنية هل في مأزول حقيقي يستطيع أن يستخرج هذه الشهادة دون زواج لا ده شهر عنه طب وإذا ثبت إنه في مأزول عمل ده إنت كنقابة مأزولين إيه المواقف اللي بتوضي ضده بصة بيه أولا برى النقابة هو خلاص بقى شق جناوي وشق جناوي وقدم بلغ قدام النيابة العامة ويكون اتهامه مباشر لأنه ده بيسهل وده ما ينفعش وعبرها ما حصلت من مأزول على فكرة ما تحصلش نتمنى ذلك طيب في بعض الحالات الزوجة يتوفى زوجة فبتاخد معاش مه فتيجي تقول أنا ما هتتجاوز تاني بتخاف تتجاوز رسمي علشان ما يتعوش عن هالمعاش مزبوط فتظل تحصل على المعاش ويبتجوزها بشكل عرفي مه إمتى يفرغ المأزول عقد الزواج العرفي في صيقة رسمية ولو ده حصل بتاريخ الزواج العرفي ولا بتاريخ جديد لأ بتاريخ الزواج العرفي اللي هي وثيق التصادق على قيام الزوجية أن الطرفان الزوج والزوجة حضر إلى مكتبي لإثبات وقع الزواج سابقة من سنة فاتت من اتنين من خمسة من عشرة لأن في خلال الفترة دي في أولاد آه يعني الزواج العرفي ده يجي لك بالعقد العرفي ولا أنت بش محتاجه لأ محتاجه طبعا العقد العرفي عشان بسه نشوف تاريخه حتى على الأقل هو بش وجوب عليا هو بإقرارهما 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 يعني تقدر تحرر عقد الزواج دلوقتي ولكن بتاريخ سابق بتاريخ سابق ده يمفع بصة بيب بيبقى فيها تاريخين تاريخ التوثيق والتحرير وتاريخ العقد السابق أم إذن المتصادقة على قيام الزوجية بينها وبين زوجها المذكور وبقائها للآن وذلك من تاريخ على يد في الغالب بنقول أحد الفقهاء يعني أنا تاني عشان أوضحها الستات اللي عايزة تصلح موقفها النهاردة للجوزة عرفي وعايزة تصحح هذا الموقف تستطيع إنها تاخد الزوج وتروح به للمأزون تقول له من فضلك اثبت لي وقعة الزواج العرف دي في الوثيقة الرسمية والمأزون بيسأله وبإقرارهما يتم الزواج بتاريخ سابق لكنه بيوثق بزاية التاريخ الحالي اللي هم راحوا فيه إمتى المأزون أو إزاي المأزون يتصدى لفكرة زواج القاصرات زي ما قلت لحضرتك ما يجرم في القانون ما هو المجرم إيه به توثيقه المجرم فيه التوثيق وليس الزواج يبقى أنا جرمت توثيقه عند المأزون ولذلك صعب الشأن لما بيجي المأزون لإتمام عقد زواج لدون السن القانونية واللي هم ما ينفعش البديل لأنهم جابوا العفش وفرشوا الشقة والعشابت على العروسة والكحكة والبسكوت وحددوا معاد الفرح والقاءة حجزت هيعملوا إيه فالبديل أحد منتحي للصفة يقوم بإشهار عقد الزواج وتتزوج دون توثيق والمواضيع ده هي اتدخلتنا في كرفي تاني يا دكتور بعيد أنت متخيل أن احنا دخلنا في اختلاط أنساب اختلاط أنساب اختلاط أنساب تزوجت راحوا للمأزون المأزون رفض البديل أحد أئمة المساجد بيكتب كلمتي أحد أئمة المساجد إيه الشهر قدام الناس وخد وصل على الولا ووصل على أبو البيت بيحصل بيحصل وقيمت منقلات مكتوبة في أمانة الله وموضوع خلصات تزوج وبعد السبع شهور حملت بعد السبع شهور سبها ولا يعلموا عنه شيء ما يعرفوش هو منين ولا منين لأنه هو كان عامل في البلد بتاعتهم كان جاي شغال عامل يومية جاي شغال عامل يومية عجبته البنت الناس وهو عجبهم تتجوز بنتي تتجوز بنتك أنما لا شاف له لا قريب ولا بعيد واللي جم ومعرفين أمام منين دخل عليها وعشرة معشرة الأزواج وبعد السبع شهور وهي حامل وضعت مش عارفين يعيده المولود فبتتجوز حد تاني يا ريت بينسيبه المولود لأبوها لأبوها أصبح ابنها أخوها بتحصل كتير أنا شفت وقاعة زي كتير الحقيقة يعني أنت متخيل بقى ومذات الأليحة إذا توفي هذا أصبح الولد يارس مع خاله مع خال في الرجل وينفع بقى كده وأخمه أخمه أخم طيب عشان أنا الوقت أصبح قليل بالنسبالي هي فضيلي السؤال واحد هل ينتمي لنقابة المأزونين مأزونة آه في مأزونين فيه هل يا ترى يعني هذا أمر جاء الشرع شرع ما هو إلا موثق أنت بتثبت شرع ربنا في وسيق عندك كم مأزونة في النقابة يعني خمسة خمس مأزونين آه بعادي بيروحوا كده يكتبوا الكتاب ويكتبوا كتب الكتاب وينفس المظاهر لا 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 وإن كان يعني في بعض المناطق ما بتبقاش هي موجودة هي بتوسق داخل مكتبها وبتبعت أي حد مندوب ينفع المأزوني يبعت مندوب يتمم عملية الزواج كأشهار آه يعني هو عضو المنديل إنما التوسيق هي اللي بتوسيق المفروض يحرر بياد المأزون آه يملأ سين ويخلص شغله لأنه بص ساعة عقل الزواج في موانع شرعية موانع قانونية أما جل الموانع الشرعية انقضاء عيدة الزوجة يبقى لازم اتحرد دقة اتطلقت امتى اتطلقت امتى والله العظيم كان با عيدة الزوجة بتختلف زي أخرالها ولا بالقانون يعني الزوجة شافت احنا بنترجم احنا بنترجم الشرع لقانون شرع ربنا والمطلقات يتربصنا بأنفسنا ثلاث قروق ثلاث قروق دول يبتدون من قد ايه لغاية قد ايه احتسب القرق بالحيد والطور على اقل مدة للحيد واقل مدة للطور كم ثلاثة اقل مدة للحيد وسبعتاشر اقل مدة للطور يبقى عشرين في ثلاثة بستين يوم ويشترط اقرار الزوجة يعني بعد حلف اليمين يعني عدة اتنين وستين يوم اتنين وستين يوم ستين يوم ويوم الزواج ويوم الطلاق يبقى اتنين وستين يوم اه جت بإقرارها هي بإقرارها المأزوني يسألها اه ولذلك في حالة ما بتيجي الزوجة كانت مطلقة وجاية بتتجوز ما بمضيش لها وكيل هي بنفسها اه ليه لأن انا بس ألا بقول له ويقولي والله العظيمة ويقولي الحق والله العظيمة ويقول الحق شفتي دم الحي تكمر اه انما بشا سأل أبوها وابوها كانت شاف حاجة لا هي اللي تبع عارفة طبعا فدأ إقرارها دأ إقرارها وغوبي ايه الموانع القانونية دي الموانع الشرعية الموانع القانونية لا لسه ما تكلمناش في بقية الموانع الشرعية تقدر هل ينفع ان الزوجة تتزوج على جوزها لا طبعا فدأ من ضمن الموانع القضاء العدة قدي موانع الشرعية ولو انه بيحصل ولو انه بيحصل نيجي بقى نيجي بقى للموانع القانونية تزوجت على أزولنا نيجي بقى للموانع بحصلت نيجي للموانع القانونية هل ينفع ويجوز للمأزول ان هو يجوز واحدة مطلقة من غير ما يتحرع الدكة ويبص للأسيمة او اذا كانت ارملة من شهادة وفاة المتوفعة ووسيق تزوجوا بيها يبقى في موانع يبقى دي توقفني لإتمام عادة زواج مفيش شهادات طبية هقول لأ دون السن القانونية موانع خانونية مش موانع شرعية هقول لأ سلام عليكم مش هقدر أكتب لأن انا هوسق السليم القادة معك هلو يا شيخ الإسلام ان شاء الله جوازوا الطلاق عموما مواضيع بتلفت نظر الناس المواضيع حلوية المجتمع كله المجتمع كله الشيخ إسلام عامر نقيب المأذنين شكرا جزيلا حضر لك شكرا جزيلا العفوة العفوة حبيت النهاردة أوضح لك بشكل خفيف وبسيط مشاكل الجواز والطلاق والكلام ده كله وربنا يكون قدرنا النهاردة وعملنا خير ودعصحنا الزوجات نصايح مهمة تعرف جزها إنت تجوز عليها تروح تسأل في السجل المدني كل فترة أنا عارف الأزوجة يزعلوا مني بس ده ما بقى السر يعني موجود على السوشيال ميديا ويتداول والناس كلها بتقول النهاردة حاولنا نقول لك اوعى تاخد يمين الطلاق وتكرروا حاجات كتير جدا كان في الحلقة دي حلقة مفيدة وإن شاء الله أشوفكم في الأسبوع القادم على خير كأنا معكم أيمن عطلة والأفوكاتو إزاي تاخد حقك بالقانون اشتركوا في القناة